تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية تمكنت الوزارة من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبطات لأكثر من 479 طن مواد غذائية وغير غذائية وضبط أكثر من 86 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكارونا وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تم ضبط أكثر من 45 طن دقيق مدعم وسكر في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 174 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 98 طن حديد تسليح و20 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء بالإضافة لضبط 50 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء